ذاب ذاب بين ابو ظبي وبين الرياض وبين القاهرة وبين صنعاء ذاب لأنهم لم يكونوا أصحاب مبادئ وأصحاب ثوابت من باع الرئيس علي عبدالله صالح وأغلقوا تلفوناتهم يوم المواجهات لا تركان عليهم أن يبنوا بلد أو يعيدوا وطن هؤلاء بحثوا عن مصالحهم انتهازيين إلا من رحم الله منهم ليس الجميع أنا لا أتهم الجميع من فرطوا بالرئيس علي عبدالله صالح وأغلقوا تلفوناتهم يوم هذه المواجهات التي حصلت وتم التصفيت علي عبدالله صالح هم اليوم أنفسهم من توزعوا الأدوار بين الإمارات وبين السعودية وبين صنعاء وبين القاهرة باحثين عن مصالحهم أين مصالحهم من وجد مصلحتها في الإمارات ذهب إلى الإمارات ومن وجد مصلحتها مع السعودية ذهب مع السعودية ومن وجد مصلحتها في صنعاء مع عبد الملك الحوثي راحوا مع الحوثي ومن وجدوا مصالحهم مع مصر راحوا مع مصر هذا المؤتمر المؤتمر إذا كان حزب وطني حقيقي يعني قام على العدل وعلى المساواة كان يفترض أن تكون لمواقف ما يحدث من البلد اليوم السيادة من زوعة في اليمن لم يخرج مؤتمر يتحدث قتلوا ثلاثمائة جندي وضعب طهر رأيت مؤتمر يخرج يتحدث قالوا أخوان قول أبنائنا الجنود والضباط الذي قتلوا في العلم لم يخرج واحد منهم يتحدث لماذا؟ اليوم المؤتمر للأسف توزع بين عواصم الدول للبحث عن مصالح لم يستطيعوا أن يجتمعوا على رأي واحد أو على اتفاق واحد حتى اليوم منذ الحرب وحتى اليوم لم يخرج مؤتمرين